الخامس القسم الخامس من هذا المثل المبارك والأخير ذكر فيه ما يتعلق بالإيمان باليوم الآخر ما يكون بعد الموت وذكر فيه وجوب الهجرة من بلد الكفر إلى بلد الإسلام نعم باقي على قيام الساعة الهجرة إذا تريد البقاء في بلاد الكفر لابد أن تبقى للدعوة للنصح نعم لا يمكن أن تتجاوز الحد وتعبد غير الله تعبد الأصنام تعبد الأحجار تعبد الشمس تعبد القمر تطيع المخلوق في معصة الله سبحانه وتعالى لا بد أن تحذر من إبليس من الشيطان لا يمكن أن ترضى أن تعبد من دون الله جاء إنسان وانحنى لك تمكن هذا الانحناء لا يمكن لإنسان مخلوق أن يدعو الناس إلى عبادة نفسه لا أحد يعلم الغيب إلا الله فكل من قال تقوم القيامة غدا غدا يقع كذا غدا يفوج الفريق الفلان كذا لذلك كل من قال تقوم القيامة الغيب سوف تحدث في عبادة نفسه لا نرضى إلا بتحكيم الشريعة الإسلامية لا نرضى إلا بتحكيم الشريعة الإسلامية بهذا تم هذا الشرح المختصر لهذا المتن المبارك والله الحمد ومع ذلك بإنسان الله سبحانه وتعالى نحن نقوم بتحكيم الشريعة الإسلامية مهم جدا نراجع هذا المتن بخاصة الأدلة التعريفات الإسلام التوحيد الإيمان وأركانه هذه مهمة جدا يضبطها المسلم يتعلم ويعلم بخاصة الله سبحانه وتعالى يختم لي ولكم بالتوحيد أمين والله أعلم وصلى الله على نبيه محمد وعلى صحبه وسلم أزاكم والله خيرا أمين أمين أمين